السلام عليكم شوارك الأغلبية يستخدم كمبيوترات قديمة ويكون الهارد ديسك الخاص به هارد ديسك وبعد فترة يحتاج الانتقال إلى SSD حتى يرفع من أداء الكمبيوتر مالتا أو يسرع ولكن الأغلبية تواجهوا مشكلة في عملية تنصيب النظام وعملية نقل البرامج خاصة تكون بلصانس أو اللي بيها ملفات احتياطية قد يصعب على المستخدم الاعتيادي أخذ نسخ احتياطية منها يريد أغلب الأشخاص ينقل معلومات الهارد القديم بشكل كامل كما هي ينقلها بشكل كامل من الهارد العادي إلى SSD بدون ما يخسر أي ملف من النظام ومن البرامج مالته ومن المحتويات الخاصة بهذا الهارد بعد ما تشتري SSD وعندك الهارد القديم ما للابتوبك أو PC مالتك هذا الهارد القديم هذا الهارد القديم ما سنقوم بعملية كلون أو حرق الهارد القديم إلى SSD بدون ما نفقد أي بيانات هذا الشيء سنتعرفه بهذا الدرس فنجعلكم تابع حتى النهاية موسيقى 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 طبعا هذا الجهاز الهارد القديم الذي سنستخدمه بعملية كلون أو الحرق لديك SSD جديد هارد ديسك ماليس الزبون أو هارد ديسك الهارد الكمبيتر الذي سنقل بياناته إذا كان كمبيترك الشخصي هو PC وعندك مكان أن تربط SSD مباشرة فنجعل هذا الهارد الأساسي ونجعله بجنبه هذا الهارد أما إذا لم يكن لديك مثلا هذا اللابتوب أنا عندي اللابتوب لا يمكن أن أربط لهاردين فنجعل كلون عن طريق كمبيتر وسيط هذا الكمبيتر وسيط على SSD بالنظام المالكي الذي سنستخدمه بعملية الهارد وعندي مكان أربط به هاردين إضافيات فالهارد الأول راقم أربطه بهذا الشكل هذا هارد اللي بيه البيانات اللي أريد أن نسخ من عدها وعندي هارد ثاني اللي هو SSD الفارغ راح أنضبط أيضا ك هارد ديسك ثالث النتيجة قدنا ثلاث هاردات SSD يحتوي على النظام مالكومبيتر مالكي الهارد ديسك اللي راح أنقل منه النظام والمحتويات بالكامل الثالث هو SSD جديد الصفر أو غير مستخدم أو اللي اشتريته جديد فعنقل بيانات من هذا الهارد إلى هذا الهارد كيف سنقوم بعملية تشغيل الكمبيوتر أحرص أنك تدخل إلى نافتة البيانات عن طريقة دليت أو الـ F2 أنا هنا عندي بالدليت فدخلت إلى البيانات مثل ما تشاهدون من داخل نافتة البيانات عندك هنا البوت مينيو قائمة البوت ترمز مختصرة بـ F8 تظهر لدينا قائمة الإقلاع هنا سنرى ويندوز بوت مانيجر ويندوز مانيجر نظامين قبل الإقلاع الأول هو النظام الأساسي الخاص بالكمبيوتر والثاني هو الخاص بالهاردسك الوسيط والهاردسك الذي سنقوم بيانات إلى SSD فأنت تعلم ماركة SSD المستخدمة فأني سأبوت من الهاردسك الأساسي مع الكمبيوتر مالتي الذي هو الـ Kingstone وليس سأبوت من هذا لأنني سيفتح الكمبيوتر من الهاردسك الخاص بالزبون فأني لا أعرف هذا أريد أن أفتح الكمبيوتر من النظام مع الكمبيوتر مالتي فأنتدوز لهذا الشكل سأبوت الحاسبة وتفتح من النظام الخاص بكمبيوتر مالتي فأنت تجعلكم معنا بعد ما فتحنا الكمبيوتر مثل ما شفته فنجي نحمل البرنامج اللي راح نستخدمه بهذه العملية ونأخذ هذا الرابط اللي راح تركه لكم بأسفل الفيديو بصندوق الوصف طبعا تجي تدخل إلى الموقع بهذا الشكل تفتح عندك الواجهة الرئيسية مع الموقع فتجي ثار أحد هذه العروض نحن ما راح نستخدم غير النسخة المجانية فدوس عليها سيقول لك وين تريد خزنها وخزنها بأي مكان وينفرض على سطح المكتب وتعمل تخزين راح تشوفه انه بدأ بعملية تحميل بعد ما تحمل عندك البرنامج بهذا الشكل تقوم بتنصيبه بهذا الشكل تفتح البرنامج أو معالج التثبيت راح نطيك الخيار الأول اللغة اللي تريد تستخدمها خليها انجليش قل له اوكي طبعا منصب عندي آني هنا يعرض عليك انه تشتري البرنامج فنقول له هنا آآ حط هذا الصح اذا ما محطوط اذا ما محطوط تقول له ومن تقول له راح يثبت عندك البرنامج يعني ما راح أثبته لانه هو اصلا مثبت عندي بهذا المكان تفتح البرنامج هذا البرنامج فتحتكم مثلا ما تشوفون نجي راح نجي نستخدم خاصية الكلون ديسك دوسع الكلون ديسك يقول لك سيليكت ديسك كلون مثود تريد تختار الطريقة فهو هنا موصيك بالطريقة الاولى لكلون ديسك كويكلي نقول له نيكست نجي هنا يقول لك سيليكت سورس ديسك يعني اختار الدسك المصدر فعدنا ثلاث ديسكات مثل ما قلنا ببداية الفيديو هذا هو الدسك الخاص بي الكينغ ستون لو فرضنا انك انت الكمبيتر هو الشخصي مالتك هذا اللي تريد تحرق النظام مالتها على الاس اس دي فتختار الهارد ديسك اللي انت جاء تستخدمه حاليا اما مثل حالتي انا فاني الهارد ديسك الاساسي مالتي هذا ما اريد اصويل اي شيء الكمبيتر اللي اللي جاء تستخدمه هو فقط كمبيتر وسيط فاني اريد انسخن البيانات الخاصة بهذا الهارد ديسك اللي هو حجمه 500 جيجا الى هذا الاس اس دي اللي هو G اس 2440 جيجا فاختار السورس اللي هو هارد ديسك الزبون القديم واقول له next اهنا يقول لي select destination disk واللي هو الهدف او الهارد ديسك اللي راح تمنسخ البيانات اليه فاختار الاس اس دي بهذا الشكل واقول له next اهنا يقول لي عندك عندك نوعين من الخيارات fit partition to enter disk او edit partition on this disk خلي fit حتى ينقلك كما هو بدون تغيير الاعداد الخاصة ببارتشنات حيث تراصل عندك مشاكل فعوف الخيار هذا مثل ما هو اقول له next وهنا اقول له finish واخير شي تجي هنا بعد ما سويت هاي العملية تقول له apply بهذا الشكل بعد الضغط على apply تظهر لك هاي النافذة تجي عن طريقها طبعا تقرأ معلومات التالية يقول لك source disk number هو صفر و destination disk number هو الاثنين وال clone disk 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 0 to disk 2 وهنا يقول لك estimated time اه طبعا الوقت التقريبي لانهاء العملية يقول لك 45 دقيقة وربما اكثر فتقول له processed بهذا الشكل are you short to want to start قل له yes تنتظر عملية الحرق التم وياك بشكل كامل ممكن تستغرق مثل ما قال لك 45 دقيقة ممكن تستغرق اكثر فانت كون صبور وتحمل لحد ما اتم العملية بشكل كامل طبعا بعد مرور اكثر من اه 12 ساعة واكثر طبعا تركت الجهاز بالمحل شغاله وعزلت لانه تأخر كلش فبعد ان نقل ثلاثة وعشرين وكسور جيجا بايت من اصف ثمانين جيجا بايت تنتعني هذا الارور يقول لي sorry the current operation has been cancelled information code ثلاثة وثلاثين descriptions failed to read sector بين قوسين with bad sector في الهارد القديم بي bad sector وبي تلف ولهذا ما قدر البرنامج ينسخ البيانات طبعا كنت شاكرك بذلك الموضوع لانه اذا تضغطه هنا تنم اشوف هنا يقول لي الفضل انه تبدل الهارد ديسك لانه في تلف او في حالة صح حمالته انذار بسبب تلف الهارد ديسك ما تمت العملية انت في حالة تكون الهارد ما التك سليم راح يتم نسخة بشكل كامل بعد ما يتم نسخة تحطي هارد جديد محلة القديم وشغل راح تلقى كل شيء بمحلة وكل شيء بمكانة هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم متمنى يكون الفيديو عجبكم واستفادته منه اه اذا اعجبكم الفيديو تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقانون وتفعيل زر الجرس حتى يوصدكم بكل جديد اه اعجبكم سفر جديد من كانت جديد تك سمان لا اشتركوا في القناة